استقبل مستشفى المفرق الحكومي مئات الحالات المرضية في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك من حوادث وحالات مرضية وفق مدير المستشفى الدكتور اسمير المشاكب المشاكب قال أن قسم الطوارئ يستقبل يوميا مئات الحالات المرضية منذ بداية شهر رمضان المبارك حوادث طرق جماعية وحوادث متفرقة وحالات ما بعد الإفطار لعدد من المواطنين ضمن محافظة المفرق مستشفى المفرق الحكومي يتسع لـ 72 سرير 16 سرير غسيل كلا و12 سرير طوارئ يراجع مستشفى المفرق الحكومي ما يقارب من 400 مريض يوميا في رمضان خاصة يزداد بعد الإفطار ناتج عن التلبكات المعوية وارتفاع ضغط الدم وكذلك عدم التوازن في سكر الدم كذلك قبل الإفطار يراجع مستشفى المفرق الحكومي عدة حوادث وخاصة تكون جماعية في يوم 23 راجع الطوارئ حوالي 14 حالة حادث جماعي في 25 كذلك راجع 16 حالة حادث جماعي والحوادث يوميا باستمرار تراجع مستشفى المفرق الحكومي في نسبة الأخوان السوريين حوالي 18 إلى 20% من المراجعين العامين يراجع كذلك العيادات الخارجية ما يقارب 300 مراجع يومي على جميع العيادات من باطن وعظام وعيون وأنفذ حنجرة جميع الاختصاصات المتوفرة في عيادات المستشفى المفرق الحكومي الخارجية ويعتبر مستشفى المفرق الحكومي من المستشفيات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين واللاجئين السوريين الذين يتم تحويلهم من مستشفيات مخيم الزعتري ومراكز الحدود الشمالية للجرحة والمصابين من الأخوة السوريين جراء المعارك التي تجري داخل الأراضي السورية والقريبة من الحدود الأردنية اشتركوا في القناة